فكو حالات الانسداد التي تعيش على وقعها بعض الجامعات إلى جانب الرفع من منحة المردودية لمستخدم دعم البحث إلى 40% ومراجعة القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة من أبرز القرارات التي اتخذها وزير التعليم العالية خلال لقائه الثنائي بالاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي رفع منحة المردودية من نسبة 30 إلى 40% المناصب الآيلة للزوال وهو خاص بمستخدم دعم البحث الاعتراف بتوحيد تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الصادرة عن جامعة التكوين المتواصل مع الشهادات الجامعية وإعادة النظر في القرار الوزري المشترك الذي يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا من بين القضايا التي استجابت لها الوزارة الوصية الاعتراف بتصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها من جامعة التكوين المتواصل مثلها مثل المتحصل عليها من الجامعة العادية إعادة النظر في القرار الوزاري المشترك لسنة 2004 الذي يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا إلى جانب ذلك تم الفصل في قضية الترقية الآلية والترقية على أساس الشهادة بعدما ثمنت الاتحادية الزيادات الأخيرة في الأجور التي أقرها الرئيس